مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يبدأ أهالي منطقة الحدود الشمالية باستبدال الملابس الخفيفة بالملابس الثقيلة والحرص على جاهزية أهم تلك الملابس الشتوية ألا وهي الفروة تواجد منطقة الحدود الشمالية حكم عملي أنا من المنطقة الجنوبية والأجواء عندنا فاردة ولكن ليست كأجواء الشمال فمعروفها جواء الشمال الأبرد والآن ترتدي الناس الملابس الثقيلة في هذه الأوقات وهذا وقت الفروة تصميم الفروة يشبه إلى حد ما تصميم المشلح إلا أن الفروة مبطنة بالفرو المصنوع من صوف الأغنام ولها أنواع عدة يأتي أبرزها وأغلاها سعرا أطفيلية التي تمتاز بخفة وزنها ودفئها ويصل سعرها لقرابة الألفي ريال بينما هناك أنواع أخرى أقل سعرا منها الطبيعي ومنها الصناعي الذي يصل سعره لقرابة المئة وخمسين ريالا والله أنواع الفراء تنقسم إلى نوعي نوع طبيعي ونوع صناعي الطبيعي يقال لها أطفال وهو أغلاهم لأنه يأخذ من صوفة الضليان الصغار تراوح قيمته من الألف إلى ثلاث ثلاث ريال وهو أغلاهم واحسنه على مقابة الجوخ والقبار وبالنسبة للصناعي الصناعي تراوح من تسعين إلى الميتين ريالا تختلف مدة صناعة الفروة حسب نوعها ونوع الصوف المستخدم فيها فالفروة الطفيلية تستغرق صناعتها نحو ثمانية أيام وتمر بعدة مراحل ما بين نقع الصوف والجلد وتنظيفه وكسوه بينما لا تتجاوز صناعة الأنواع الأخرى خمسة أيام رغم أن الفروة تعد موروثا شعبيا في منطقة الحدود الشمالية إلا أن تصاميم عصرية وشبابية رجالية ونسائية باتت متوفرة ومطلوبة أيضا لقناة الإخبارية عبدالله عايش حراف